أهلا بكم حدث جديد وتطور مخيف يطل علينا كل يوم من حيث لا نتوقع ولا نتمنى ليدق جرسا جديدا في أذان العالم على هياعي ويدرك ما يمكن أن تأول إليه تداعيات التغيرات المناخية والتي يصعب حتى التنبؤ بمدى قصوتها فقد شهدت الأرض خلال السنوات الأخيرة ظاهر مناخية لم تشهدها من قبل في عنفها وتدميرها فبإلقاء نظرة على كوكبنا من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه نجد أنهارا جفت وجفت معها الحياة البحرية والتجارية في بلدانها بعد أن كانت يوما ما مصدر ثراء وخيرات ومع اشتعال الحرائق في الزراعات والغباد تحول اللون الأخضر إلى الرمادية وأصبح النماء حلما مضى مع ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الجو وتحذيرات من اختفاء بعض المحاصيل والتي تسبب فيها أيضا تبدل فصول السنة وانزياحها بشكل مستمر حيث تبدلت معدلات الحرارة وتغيرت أنماط التسقطات المطرية لتشهد أرجاء من الكرة الأرضية فيضانات رغم أنها في فترة جفاف في العادة بينما خيمت موجات من البرد الشديد على مناطق أخرى رغم أن الفترة معهودة بحرارتها وهكذا تغير حال الكرة الأرضية وتبدلت أوضاعها بين ليلة وضحاها ليجني الإنسان ثمار ما زرعته يدا طوال عقود مضت ورغم أن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتبدل مناخها ظاهرة طبيعية في أصلها إلا أن تفاقم تقلبات المناخ وفجائيتها في العقدين الأخيرين يعود في جوهره إلى النشاط الصناعي كما أن التغيرات المناخية تعود أيضا إلى ارتفاع كميات الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية نتيجة حرق الوقود الأحفوري إلى جانب قطع الغابات لإنشاء مزارع أو مراعي أو لأسباب أخرى ربما يكون البشر قادرين على التكيف مع بعض الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لكن هذا التكيف يظل محدودا أمام مخاطر يصعب حصرها ورغم الوقع القائم مازال هناك أشعة أمل في غد أفضل مرهون بيد الإنسان لتصلح ما أفسدته على مدار عقود فرغم ارتباط التغير المناخي بالطبيعة إلا أنه يظل في الأساس قضية تنمية تعتمد على كيفية نمو البلدان المختلفة وما تضخه من استثمارات لتلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة والغذاء والمياه بطريق إما يذكي من تغير المناخ ويزيد من مخاطر حول العالم أو يسهم في إيجاد حلول جذرية لمواجهة تداعياته ومن هنا تعالت أصوات المنظمات الأممية والدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ لتنادي بحتمية خفض الانبعاثات الكربونية وإنهاء دعم الوقود الأحفورية فضلا عن بناء المدن المرنة منخفضة الانبعاثات الكربونية لبناء مستقبل مستدام إلى جانب زيادة كفاءة استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق ممارسات الزراعة المراعية للمناخ والتوسع في الغابات دعوات وجدت صدها في أذان مصر التي اختارت أن تبدأ بنفسها وأن تنقذ مستقبلها من مصير مخيف يحيق بالقارة السمراء الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية رغم أنها أقل قارات العالم التي تتسبب فيها وإيمانا منها بعدم وجود بديل عن التعاون الدولي أخذت مصر على عاتقها إعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخية وذلك من خلال استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 للمرة الأولى بشرم الشيخ بعد اختيارها لإستضافة كوب 27 خلال مؤتمر جلاسكو عام 2021 وعلى المستوى المؤسسي شهد عام 2019 إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدنية بسياغة استراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخ وبالفعل أطلقت مصر في مايو الماضي باستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050 والتي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة لانبعاثات وبناء المرونة والقدر على التكيف مع تغير المناخ وآثاره فضلا عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وفي هذا الإطار تبدل الدولة جهودا حثيثة لتعزيز الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة وتمويلها عبر السندات الخضراء والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة لتصبح مصر أول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر أول طرح من تلك السندات بالأسواق العالمية لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار كما حققت مصر نجاحا ملحوظا في التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 حيث تمثل مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي نحو 20% من مزيج الطاقة المستخدم في مصر بينما من المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 وفي هذا الصدد تعزز مصر جهودها للاستثمار في مشروعات الهايدروجين الأخضر كما تسعى إلى تحول لاستخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل الصديقة للبيئة والتوسع في مشروعات النقل المستدام لربط أنحاء الجمهورية وذلك لخفض نسبة التلوث المستهدفة بحلول عام 2030 بنحو 50% وساعيا لتنفيذ برامج بيئية متكاملة لتحفيز الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود وكهرباء أما على صعيد مشروعات الغاز الحيوي تعمل مصر على تحويل المخلفات الحيوانية والزراعية إلى غاز حيوي يستخدم في الطهي وتسخين المياه في حين تستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر كما تنضي الدولة في مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والأثار النتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر إلى جانب إيقاف تراج وخط الشاطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل وكمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية من خلال وضع خريطة لها على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارات اللازمة لها كما تسعى لإدماج جميع أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي ولأنه ليست هناك خطة إنقاذ للكوكب دون انتشار لللون الأخضر تمضي الدولة بمشروع تأهيل وزراعة واحد ونصف مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي إلى جانبي إطلاق مبادرة مائة مليون شجرة لتقليل الانبعاثات الكربونية هذا وتقدم مصر نموذجا مصغرا لتوجهاتها البيئية المستقبلية من خلال مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر كوب 27 وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل صديقة البيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي وحصول عدد من الفنادق ومراكز الغوص على النجمة الخضراء فضلا عن التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات ترجمة نانسي قنقر